أحلامهم توقفت هنا في هذا المكان وتناثرت مع شضايا صواريخ القصف الإيراني المستمر منذ تسعة أيام دون توقف فتلك الأنقاض هي لكارفانات يتخذها المواطنون أماكن لتعليم أطفالهم وهذه واحدة من مدارس عدة استهدفتها الصواريخ والمسيرات الإيرانية أكثر من ثلاثين طفلا أصيبوا نتيجة القصف الإيراني على قضاء كويسنجاق في أربيل بالإضافة إلى تدمير أماكن عدة في القضاء ما أدى إلى نزوح مئات العائلات ونقل أكثر من مئتي طالب وطالبة إلى مركز القضاء لتجنب الاستهدافات المتكررة ما تراه هو مجرد واحدة من المدارس التي استهدفتها الهجمات وتضم هذه المدرسة حوالي مئتين طالب جميعهم نقلوا إلى مدارس أخرى في مركز القضاء بسبب الصواريخ الإيرانية وبينما كنا ننقذ الأطفال وقع صاروخ في المدرسة وأصيب أكثر من ثلاثين طفلا وهنا في هذه المدرسة يتحدث أحد المعلمين عن حالة الهلع والخوف التي أصابت الأطفال نتيجة القصف الإيراني على تلك البلدة مبينا أن الأطفال تتراوح أعمارهم بين سبع إلى خمس عشرة سنة كما أن المدرسة تحتوي على تسعة فصول متكاملة عندما بدأت الهجمات هرأت إلى المدرسة لكنهم قالوا لي أن الجميع قد فروا إلى الحقول الزراعية ولم يبقى أحد لذلك تابعتهم وفي الطريق رأيت حقيبة ظهر تخص أحد الطلاب وهو مشهد أثر علي بشدة التقطتها وتوجهت إلى التكوينات الصخرية التي كان الطلاب يختبئون وراءها يأتي ذلك القصف بالتزامن مع احتجاجات امتدت إلى أكثر من خمسين مدينة إيرانية على خلفية مقتل الشاب مهسى أميني فيما يؤكد مراقبون أن السلطات الإيرانية تريد تحويل الصراع الذي تواجهه في الداخل ونقله إلى خارج إيران حتى وإن كان الضحايا أطفال أبرياء اشتركوا في القناة